أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد النهيان أن الاستهداف الحوثي الإرهابي لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية لن يمر دون عقاب وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان إن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإرهابية والتصعيد الإجرامي الآثم وأوضحت الخارجية الإماراتية أن ميليشية الحوثي الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة إلى ذلك قال موقع إكسيوس الأمريكي أن وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد طلب من نظيره الأمريكي أنتوني بيلينكين إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية